مجزول يهم الأنباء أهلا بكم التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في العاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز الصراج للتباحث حول آخر التطورات والتشاور بشأن العودة إلى طاولة الحوار كما التقى سلامة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد المعتيق واتطلع منه على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن وتطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني في طرابلس والجهود الرامية لتخفيف المعاناة وكذلك سبل العودة إلى العملية السياسية أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيب جريمالدي أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى ليبيا المستقرة والآمنة جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيطالي وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالا وقالت السفارة الإيطالية أن السيالا و جريمالدي ناقشا سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات الهجرة والتجارة وبناء القدرات والتعليم والثقافة أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نشوب حريق في محطة توليد الكهرباء التابعة لحقل السرير النفطي تسبب في خسارة بالإنتاج تقدر بحوالي 30 ألف برميل نفط يوميا وقالت مؤسسة النفط أن أحد المولدات الكهربائية في محطة التجميع رقم واحد في حقل السرير توقفت عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى قطع الخدمة عن المجمع الأول وقد فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق وتقدير أعمال الإصلاح لإعادة التشغيل يستمر العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام لليوم الثالث في السودان حتى سقوط المجلس العسكري وانتقال الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية بحسب تجمع المهنيين السودانيين غير أن مطار الخرطوم الدولي شاهد حركة طبيعية من جهة أخرى اتفقت قوى أعلان الحرية والتغيير ورئاسة مجلس الوزراء على المرشحين لعضوية المجلس السيادي قالت تركيا أن القرار الذي أصدره مجلس النواب الأمريكي ودنى فيه قرار شراء أنقرة منظومات دفاعية صاروخية من روسيا يمثل تهديدا غير مقبول وأضافت وزارة الخارجية التركية أن القرار لا يتوافق مع علاقات التحالف والصداقة العميقة بين البلدين قرار الكونغرس يحض تركيا على إلغاء شراء الصواريخ الروسية ويدعو إلى فرض عقوبات على أنقرة في حال تسلمت هذه الصواريخ الشهر المقبل ذكر مسؤول في البيت الأبيض أن مصر الأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر الشهر الجاري بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها في وقت تعهد الزعماء الفلسطينيون بمقاطعة المؤتمر المقرر أن يقاده يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو أخيرا بعد توقيف استمر أربع سنوات في إيران عاد اللبناني نزار زكا إلى بيروت برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقد وصلا عصرا إلى مطار رفيق الحرير الدولي على متن طائرة خاصة ومن المطار توجه زكا برفقة إبراهيم مباشرة إلى قصر بعبد الرئاسي حيث كانت عائلته بانتظاره وكان القضاء الإيراني وفقا على إفراج مشروط عن زكا الذي حكم بالسجن لمدة عشرة سنوات عام 2016 لاتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة نهاية الموجز إلى اللقاء